السؤال الثاني جميل قوي بيقول لك write the correct html code of the following web page screenshot جايب لك كده صفحة ودي بتيجي في الامتحان على طول وجايب لك يعمل شبهها بال html يكتب الكود بتاعها فطبعا زي ما انتو شايفين كده المفروض ان احنا هنكتب كل الكلام دوت وبعد كده نبدأ ان احنا ننصقه طب نبدأ ازاي اصلا قال لك علشان تبدأ افضل حاجة تعملها انك تنزل البرنامج النوت باد بلاس بلاس ازاي بقى نزله اهو هقول له نوت باد اهو ندخل على جوجل عشان بس ما تتلخبطوش مني دخلنا على جوجل وهنكتب نوت باد بلاس بلاس داونلود اوكي هيوديك على اللينك ده هندوس عليه بهذا الشكل طبعام وبعد كده اقول له داونلود هيبدأ يحمل البرنامج بعد ما ينزل هبدأ ان انا ادوس عليه بهذا الشكل تمام وبعد كده بقول له اوكي نيكست ايجري نيكست نيكست انستول بيبدأ ينزل خلاص انا كده با اتجاهز ان انا اشتغل على النوت باد بلاس بلاس طب ايه افضل طريقة تخلينا اشتغل على البرنامج ده لو انت هتكتب HTML هتروح كده في اي حتة فاضية رايت كليك نيو وهاختار تيكست داكيمنت تيكست داكيمنت لازم اتأكد ان انا في الاخر الاكستانشن موجود لازم 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 انا هنا طبعا تيكست داكيمنت ده امتداده تي اكستي طيب نفترض ان الشكل كان عامل كده يعني روحت اعملت رايت كليك نيو تيكست داكيمنت وما كانش عندي دوت تي اكستي داك دي كده هتعكسنا ومش هتخلينا نقدر نشتغل الحل ايه الحل ان انا بروح عندي فيو وبحط تشيك على فايل نيم اكستانشنز خلاص اروح دلوقتي اعمل رايت كليك نيو تيكست داكيمنت هلاقي دوت تي اكستي داك خلاص اسمي الفايل بتاعي زي ما انا عايز انا هسميه كوتشن تو مثلا دوت لازم يبقى اتش تي ام ال و انتر هيطلع لك الرسالة دا تقول له ياس هتلقوا تحول كده لرمز الاكسبلورر صح؟ طب جميل جد اكستي بقى معي اهم انا دلوقتي عايز اكتب كود اتش تي ام ال هعمل ايه؟ رايت كليك على الفايل دا و هقول له ادت ويذ نود باد بلاس 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 اوكي؟ حلو قوي ازاي بقى بكتب اكواد اله تي ام ال ومنطقة البساطة دا كده بالنسبة لي اسمه تاج تمام؟ اللي هي اعلامة الاكبر منه والاصغر منه بكتب جواها اتش تي ام ال وكل الحروف بتاعتك وبعد ما بكتب اتش تي ام ال بروح بقفلها عن طريق ال backslash digit انا كده فتحت تاج اتش تي ام ال وقفلته بعد تاج الاتش تي ام ال لازم يبقى عندي تاج اسمه head وبروح وبقفل تاج الهد جوا الهد دا بيبقى عندي تاجات كتيرة اشهرها واهمها التايتل التايتل دوت العنوان بتاع الصفحة وبروح بردو اقفله يبقى اذا كل حاجة افتحها اقفلها طبعا المفروض ان الكلام دا مشروح بالكامل في الشابتر 2 خلاص كده هنخلي بالنا بس من الموضوع دا بعد الهد ما قفلته اروح افتح ال body اهو واقفل ال body اوكي رائع الكلام دوت طالما ان الكلام عندك مزرق بهذا الشكل كده يبقى انت شغال مصبوط الكلام مسود يبقى انت مش شغال مصبوط ومعملتش الخطوات اللي انا قلتلك عليها في البداية طب تعالوا بقى كده نجيب السؤال بتاعنا هتلاقوا كده الطايتل مكتوب فيه اس اي يو صح؟ حلوة اوي اذا ما بين الطايتل والطايتل هروح واكتب اس اي يو خلاص كده يا مكتوبة كلها كابيتل وانا كتبتها كابيتل طب انا عايز اغرب الكلام دوت هعمل ايه؟ انا بس بحب جوجل كروم تمام؟ فهخلي كل ملفات الاتش تي ام ايل تبدأ من جوجل كروم اكي؟ اهو بصوا كده انا كل اللي انا عملته ان انا روح تدست دابل كريك على الفايل تمام؟ كتب لي اهو في الطايتل اس اي يو اكيد كل انا شايفانا يبقى اذا انا كده ماشي مظبوط فاضل بقى ان انا اكمل الحاجات البقية المفروض ان انا هروح اكتب الجملة اللي قدامنا ديت تمام؟ وبعد كده الجملة دي وبعد كده دي وبعد كده ديت صح؟ حلو جدا فهروح جوه البدي واكتب كل الكلام اللي انا عايز اكتبه ده تمام؟ انا واخدها كوبي بيست اوكي هروح اكمل الكتابة بتاعتنا تمام؟ وبعد كده هارجع تقلي زي ما انتو شايفين كده انا كتبت الكلام اللي هو مكتوب هنا كاني بكتب فايل ورد عادي بكتب تمام؟ حابتنى اشوفه بقى عايزي بالزبط اول حاجة هو عايز السطر ده كله هيدنج سايز وان طالما قالك هيدنج سايز وان فباجي قبل السطر بعمل تاج بحط فيه اتش وان بس كده وبروح اقفل التاج باتش وان وخلصت اوكي؟ رائع طب يلا بينا كده بقى عايز ده لو اتاني واحد دوت ثلاث الهيد بتاعته بكتنين تمام؟ فاذا هروح اهو هقوله اتش تو وحاجة هنا اقفل واقوله برضو اتش تو ولكن لو نلاحظ ان هنا عند اي تي متين وثلاثين حاطت خط تحته اوكي؟ علشان احط خط فيه الاتش تي ام ال اللي هو اندر لاين باستخدم تاج اليو فباجي قبل الاي تي متين وثلاثين بحط يو وبعدها برضو بحط يو كده انا قلتله حطتلي تحت الاي تي متين وثلاثين خط نيجي بقى عند الاكس اتي تي ام الو سي اس اس هتلاقوا قبليها نقطة ما تروحش حضرتك تتزاكى وتحط هنا نقطة مش هتلاقيها قالك ديت اسمها طالما ان هي مش مرقمة اسمها ان اردرد لست ان اردرد او الهايو وبعد كده لست فبقى اسمها ان اردرد لست او يو ال ولو نلاحظ ان هو ايلي ان ال اكس اتش تي ام ال اللي هي ديت السايز بتاعها بتلاتة يبقى اذا المفروض ان انا اجي قبل ال اكس اتش تي ام ال ديت وخلي السايز بتاعها بتلاتة واروح جايه اقفلها تمام ونفس القصة بالضبط عند السي اس اس هخليها برضو بتلاتة تمام واروح جايه ايه اقفلها يتبقى لينا لو انا شغلت طبعا دلوقتي هيطلع لي كل التنسيقات دي ولكن ال اكس اتش تي ام ال والسي اس اس مش هيبقى بليهم ال دوت اللي معمولة هنا اللي هي ال دوت دي والدوت دي خلاص كده ازاي بعمل الان او او دلست قالك التاج بتاع الان او دلست وانا عرفت ازاي ان هي ان او دل فكرنا علشان مش مكتوب هنا او واحد اتنين او اي بي او الكلام ده ان او دلست عشان نفتك انا ان او دل يبقى يو تمام وليست ال يبقى يو ال خلاص كده انا كده اديته امر اهوة انه هيعمل unordered list وكمان ديت برضو اروح جاي اقفلها يبقى كده الجزئية دي كلها يا html لو سمحتي تمام انا عايز اعمل لها list بس انا لسه ما قلتلوش على فكرة كل واحدة من اللستات او يعني كل سطر هتحطه في اللستة قبلي لازم تقوله كلمة li اللي هي اختصار list وتروح كمان تقفلها ب li اهو خلاص كده نفس الحدودة بالزبط عند css هروح افتح ب li تمام واقفل بعديها ب li خلاص كده هروح بعد الوقتي افتح الفايل نفسه واجربه اه ابتدى الموضوع يزهر لو تلاحظوا كده اهو تمام seo موجودة فوق ودي كوليج اف كومبيوتينج اند انفورماتيكس اي تي دبارتمنت مكتوبة بهذا الشكل وبعد كده وبتكنولوجيز مكتوبة بهذا الشكل وبعد كده اكس اتش تي ام ال و سي اس اس تحت بعضيهم بهذا الشكل ومحضوط قبليهم دط هي بها ازا ودي كمان اي تي متين وثلاثين تحتها الخط احنا تمام بس هتلاحظوا في مسافة ما بين السطر ده والسطر ده اوكي قالك المسافة ديت سهل قوي ان انت تعالجها هتيجي قبل كوليج ديت وتعمل بس بي ار تمام هتعمل بي ار كأنك بتقوله انزل سطر جديد اعمل ريفريش كده انا البي ار عملتها قبل كوليج صح ده صح او اللي غلط ها ده غلط تمام فالمفروض ان البي ار دي تبقى تحتيها اهو هتبقى قبل ويب تيكنوليج اوكي اروح بقى دلوقتي كده اجرب اه ابتدت فعلا تبقى الصفحة دي شبه الصفحة دي بالزبط اوكي اه لو رحنا كده جربنا بمتصفح اخر وليكن مثلا ايج اللي هو الجديد بتاع ميكروسوفت اللي محدش بيستخدمه نفس القصة تمام لو رحنا استخدمنا اكسبلورر بتاع زمان خالص تمام بروح وببدأ اخد كل الاكواد بتاعتي ديت copy اوكي وبيجي في فايل الورد ده وقول له answer تمام هحط الاجابة بتاعتي خلاص على فكرة الميزة في السؤال ده انه هو مفوش تغيير محدش يعمل اي تغييرات ومحدش يعمل اي حاجة هي الاجابة واحدة اوكي ده اللي انا شايفه يعني يعني ما اعتقدش انه هو حينقصكم لانه هو اي ال واحد زي اد واحد يساوي اتنين يعني وقال لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا تمام فدي المفروض هتكون ان شاء الله الاجابة خلاص وحناخد التلات درجات بتاعنا وكمان قد ينا تعلمنا ازاي نعمل file html خلاص عملي علشان المتحن العملي ان شاء الله يلا بينا ندخل بقى السؤال التالت ونشوف فكريته عاملة زي